موسيقى رحل فيكم مشاهدين وفكرتنا الفنية من لندن اليوم رح ناخدكم بجولة داخل عالم السينما وفيما جديد مصنف ضمن فئة أفلام الجريمة والغموض واسمه Murder on the Orient Express هل فيما عم يتركبوا العالم لسنة 2017 وبيعتبر من أهم الأعمال السينماية الأمريكية والبريطانية وأجدد أفلام المخرج البريطاني القدير سير كريث إبرانا حال فيلم جمع فيه مجموعة من ألمع نجوم عالم السينما خليكم معنا نتعرف أكتر تفاصيل عن هالفيلم جوني دابو وميشيل فايفر وبينالوبي كروز وديم جودي دانش من بين نجوم اللامعين المشاركين بفيلم Murder on the Orient Express يلي أسطى مبنية على رواي بتحمل نفس العنوان جريمة على قطار الشرق للكاتبة الإنجليزية أغاثا كريستي يلي بتعاد واحدة من أشهر الروايات اللي كتبتها بحياتها حيث صدرت طبعتها الأولى عام 1934 بالدور أسطى الفيلم حوال محقق بلجيكي شهير بيضع هاكل بويرت يلي بجسد شخصية مخرج الفيلم كينيث برانا يلي بيقوم بالتحقيق بجريمة أتل حصلة علامة قطار الشرق السريع يلي يعد أسرع قطار بالعالم وراح رحيتها الرجل ثري أمريكي بيدعى راتشت كان بطريقه من لندن إلى إسطنبول وبيلعب دوره المثل جوني دابو يسعى المحقق بويرت لإيجاد مرتكب الجريمة بين ركاب القطار المستحم أكبر temي أكبر أن تفعالي لتأكبر مركبة وما تفعالي لديو إسطنبول والطريق رمالة يحصل على تريد أكبر؟ تلتكار ترمين؟ تلتكار تحلو الإيجاد؟ تلتكار تصحيح؟ تلتكار تلتقب الممادى بطر المخضر والمع بهمية ولكن، بعد شفقة من تلك الوفيدي ومع معها ومعي موجودة جميعاًا ديزي ريدلي ولوسي بونتن وولم دافو وأوليفيا كولمن من بين الممثلين في العمل وجميع هون بيحكوا أنهم شعروا بالارتباك والتوتر لمشاركتهم العمل مع طاقم العمل المميز والمخرج كريث برانو ترجمة نانسي قد يوجد كنت تقول لأنني أعتقد أني سألتقل بسرعة لدى لديك ترجمة نانسي قد يشبه بالتعامل مع جميع الممثلاحين في العمل إليكي نحن نحن جدًا كتن الأن تستطيع قرار ومسكت بالتعامل كانت جيدا ومعاركاً وكيف أشعر بالتعامل ومعنى ليسون بشعر نحن جدًا ومع أن نحن جدًا للجميع بيذكر أنه قصة Murder on the Orient Express لأغاثة كريستي سبأ وأن صنع منها فيلم سينمائي عام 1974 من إخراج سيدني لومت وقام بدور المحقق بويرت الممثل البريطاني المخضرم ألبيرت فيني وضم العديد للنجوم الكبار مثل شون كونري وإنجريد برغمان وجاكلين بيست لكل يلي بحبوا أفلام الجريمة والغموض وأكيد أغاثة كريستي وكيني في برانا رح يطار ينتظر ليوم 3 نوفمبر ووعد صدور الفين بدور العرض السينمائية حول العالم لكن لهم يكون وصلنا إلى نهاية تقرطنا الفنية اليوم وهلا أعود إلى سيادنا بالقاهرة باي